يقول السيد الله هذا البصر لو تصور الإنسان لو أنه وقف بين يدي الله عز وجل وعرض في عرصات يوم القيامة وقال الله له أما تستحي يا عبدي ترى الأعمى الذي لا يبسغ وأنا نورت لك هذا البصر تنظر به إلى محارم هذه المعصية الواحدة قد يراها الإنسان معصية واحدة فقط أو مشهد واحد أو مقطع معين من فيلم يدعو إلى المحارم الله قد يغضب الله عز وجل على العبد غضبا لا رضا بعده وقد ينطفئ نور الإيمان في القلب فيصبح القلب مظلم إلى لقاء الله عز وجل المعاصي خطيرة يا إخوان المعاصي تنيت القلوب وتطفئ نور الإيمان من القلوب الله الله إذا جيت يوم القيامة ووقفت بين يدي الله عز وجل وعرضت عليك هذه المشاهد ما تخرم منها مشهد واحد فقلعت هذه العين بمسامير النار وكحلت بكحل النار ووجد الإنسان عندها لذة هذه الشراء ثم يسأل الإنسان نفسه سؤالا صادقا يا أخي اسأل نفسك ما الذي جنيت من هذه المشاهد ما هي الثمر ما هي الفائد طيب رأى الواحد تمتع لكن إيش العاقبة كتبت في الصحيفة حتى إذا جيت في عرصات يوم القيامة عرض عليك الكتاب وإذا فيه هذه النظرة التي لا ترضي الله عز وجل عنك يقولون عن الرجل أنه كان من طلاب العن وكان مع أحد العلماء فذات يوم كان هناك غلام نصراني والعياذ بالله كافر وكان الغلام له صورة جميلة ففتن هذا الطالب العلم فنظر إليه فلما نظر إليه النظرة جاء الشيخ ورآه ينظر فقال له لماذا تنظر الشيخ يقول للطالب لماذا تنظر فكف الطالب فقال الشيخ للطالب والله لتجدن أثر هذه السيئة ولو بعد حين يعني سيعاقبك الله عليها ولو في آخر حياتك يقول هذا الطالب فما زلت أنتظر هذه العقوبة فمكثت عشرين سنة هذه القصة ذكرها الإمام مقيم رحمه الله في مدارج السالكين يقول مكثت عشرين سنة وأنا أنتظر العقوبة وإذا بيه في ليلة من الليالي نمت وهو حافظ القرآن فأصبحت فأنسيت كتاب الله صلى الله السلامة والعالم فالذنب قد يستهين به الإنسان في جنب الله لكنه عظيم وذلك قال بعض السلف لا تنظر إلى ما عصيت به ولكن انظر إلى من عصيت النظرة الواحدة قد تدمر حياة الإنسان كلها نظرة إلى الحرام واحد فالله الله أخي في الله أنا ما أقنطك من رحمة الله ولا أيأسك من روح الله ولكن أبشر بكل خير أريد منك دمعة ادمعها على ما فات من هذه الأفلان أريد منك يوم تجدس لوحدك في الغرفة وتتذكر وتقول إنا لله وإنا إليه راجع أي خسارة بليت به الله أعطاني البصر وأعطاني هذه النعمة ونظرتي إلى الحرام كم فيلم نظر وكم مشهد رأيت كيف ألقى الله فتحترق من داخل قلبك حتى تدمع ولعل هذه الدمعة تغسل ذنوب العمر أريد منك هذه الدمعة وأدخالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من دمعة هذه الدمعة أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظل فقال في السبعة نسى الله أن يجعلنا وإياكم منهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينان أي من خشية الله عز وجل فادمع هذه الدمعة وصيك أخي الأمر الثاني أن تقلع عن هذه المعاصمة وأن تبتعد عنها والله سيعينك والله ما عقدت في نفسك أنك تتوب عن شيء إلا وفقك الله والشيطان يأتيك يقول لك لا أنت فعلت أنت رأيت كثير لا ما تتوب والله لو غرق الإنسان في المعاصي من أخمس قدمي إلى شعرة راسي وأحسن الظنب الله فالله يعينه والله يوفقه فهذان الأمراض لداني أدعوك لهم ترك المعصية والندم على ما كان منك فيها وحسن الظنب الله وأسأل الله العظيم أن يبدل إساءتك حسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى ترجمة نانسي قنقر